اشتركوا في القناة امام فريق بيتوفيجو البرازيلي اكيد الفائز منهم هاي لعب باتشي قيم 11 والفائز منهم هاي لعب النادي الاهلي النادي الاهلي خلال الساعات الجارية ارسل قيمة الفريق المبدئية اللي هيشارك بيها في لقاء يوم 14 ديسمبر في قطر القيمة المبدئية بتسجيل 35 لعب هيتم اختصارها يوم 9 ديسمبر قبل موعد المباراة بخمس ايام هتختصر القيمة الى 23 لعب بحد ادنى و 26 لعب بحد اقصى وده الجديد والمختلف عن مباراة الاهلي والعين مباراة العين كان 23 لعب المباراة اللي هتتلاعب يوم 14 وحتى يوم 18 الفائنل امامرية المدريد ربنا يكرمنا وناصر للمباراة النهائية هتبقى القيمة المبدئية 35 وتختصر قبل موعد اللقاء بخمس ايام من حد ادنى 23 الى 26 لعب لو خدت 26 لعب بيكون 11 في الملعب و 15 لعب على دكة البودلاء وده اللي تقواعد اللي وضحها الاتحاد الدولي في هذه البطولة تحديدا الناس تقولي تبدأ بالنسبة للاهلي كالفريق اللي واجه فريق العين الاماراتي او المباراة التانية اللي انتهت منذ حوالي شهر تبقى الفرق بقى الفرق اتحدد لها موعد مختلفة شوية يعني فريق ريال مدريد هيسجل قيمته او يعتبر سجل قيمته يوم 9 سجل قيمته يوم 9 نوفمبر ولكن في فريقين عندهم مساحة وقت لتسجيل القيمة يوم 15 وهي قيمة مؤقتة الفريقين اللي حاليا بيلعبوا نهاية كوبا لبرتاتوريس سواء أكلتكم من ييرو او حتى بتفجوا الفريق البرازيلي دول هيسجل قيمتهم يوم 15 وبعد ما يتأهلوا هيكون عندهم ديبلاين قبل موعد المباراة بتسجيل القيمة النهائية عشان في النهاية يكون الفيفا عنده كل القواعد المتعلقة بتسجيل اللعبين وبالتالي الخبر اللي عندنا النهاردة في برنامج التريندي بل أهل أرسل قيمته المبدئية اللي هيشارك بيها بإذن الله في مباراة 14 ديسمبر وسيتم باختصار القيمة قبل موعد اللقاء بخمسة أيام طبقا للوائح الفيفا